السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة. كانت مننا ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتو ما كتشاهدوا الفيديو. واليوم ان شاء الله غادي امدلكم واحد تحليل اللي كتجي ساهلة وكت اقتصادية يعني كالطح لنا اقتصادية وما فيهاش الحليب بالساف ما فيهاش القوام بالساف. وتابعوا معي الفيديو حتى الاخير والاعجبكم ما تنسوا تشاركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله تتوصلوا بجديد. لي اجداد على القناة والاقدام كنقول لكم شكرا لدعم ديالكم. شكرا على المشاهدة. شكرا على التعليق زوين اللي كتحطوا لي. بسم الله انا عندي هاد الفاني دي بحل هكا. كيتقام علينا رخيص. هذا ما كيتعداش عشر فرنك. يعني كيتقام رخيص. كندير واحدة عشرين حبة بحل هكا. او ستاشر حبة. وما نضيف سكار فاتح ليا. يعني بالمضاق ديال كراميل. وجربوه وردو عليه في التعاليق. هنا غادي نقطع وغادي نحضلو هاد الهدى غادي غادي باشن هنايا اعبرت سكاس الى ربع. نبعد ما جمعتو هنا غادي نزيد انضيف عليه شوية ديال الحليب. واحد عفية مهيلة. كيدوب. كنحركو دابا. حيث هو ضغية كيلسق. غادي نحطوه كيدوب. كتكون العفية مهيلة. وانا كنستمر عليه بحل هكا بتحرك. وهو كي بداي يطلق ديك النسمة ديال وديال كراميل. وتي بداي يدوب. كيعطي واحد اللون رائع. هنا راه بدك يدوب. انا كنستمر عليه بحل هكا. بالمهل باش كيدوب لنفذ الحليب. بعد ما كنخليه يدوب بحل هكا. انا غادي نجيب هنا يا واحد الليمونة حامضة اللي غادي ناخد واحد القشرة ديالها شوية ديال القشرة. ماشي قشرة كاملة ديال الليمونة حامضة. واحد الكيمية قليلة. الى كان عندنا الحامض هادا كيبقى اختياري او كندير واحد الكيس ديال السكارفاني. هنا كندير الحليب. كندير كاس الول. كندير كاس الثاني. يعني جوش كيسان ديال الحليب. وغادي نزيد نص كاس ديال الماء. كيف ما قلت لكم هات تحليارها اقتصادية وكتجي رائعة. كنضيفهم على الحامض. للمونة الحامض. وغادي ندير ثلاثة المعالقة. هاد المعالقة عندي متوسطة الحجم ماشي كبيرة. ديال النشا. كندير معالقة اللولة المعالقة التانية. الى كانت المعالقة كبيرة كندير وجوج معالقة راه كافيين. لانا عندنا الحليب ما كثيرش. صافي وكننحرك مزيان. كنحرك هادا نشح التكدوب تماما مع الحليب ومع هادا القشرة ديال الحامض. هنا عندنا الكراميل بعد المداب. غادي نضيف واحد شوية كنحتفظ به. وغادي نخلي ما تبقى غادي نخلي هنا راه سخون وغادي نضيف عليه الحليب اللي عندنا. معنشا. ما كنديرو فيها السكر لوالو هادا نكهة ديال الليمون حامض وديال كراميل راه كافية باش كتعطي واحد النسمة لديدة. وغادي نخلط. كنستمر هكا في التخلاط. لانا الكراميل بقي سخون. وغادي نجمع الجواني بحل هكا من هادا الكراميل باش ما كتتحرقش لنا في الجنب ديال الكاسرونة. وغادي نحط فوق العفية مهيلة شوية ما كتكونش العفية مجهدة. وحنا كنستمرو هكا في التحرك. يعني باش نشام ما كتتهبطش لنا او ما يزينا ما كتنزلش لنا هكا في في الكاسرونة وكتلصق. يعني كنستمرو لها بحل هكا. بعد ما كتبدأ كالطيب برا هي كتختار بحل هكا كندروح للمعلقة ديالزبدة. وكنخلي هكا الدوب حتى كتبدأ شوية هكا تبخها هكا. قدي نرجعو عندي كقوس بحل هكا صغار. انا عندي هناس بعدي الكقوس. كندير فيهم هكا واحد الكيمية ديالغاتو بحل هكا بالنكهة ديالشوكولا. كنقطع هكا كل وحدة كنقطعها على جوج. وكنضيفها هكا في الكاس. غدي نجيب هكا التحلية ديالنا وكنضي نضيفها في الكقوس. كنستمرو لها بحل هكا حتى كنعمر الكقوس ديالنا. عندنا هكا صغير تقدروا كيسان كبار. صافي بعد ما كبيت هادالتحلية. كنضيف عليها هادالكاراميل. بالحليب. غدي نضيف علي الكقوس كاملين هكا. غدي نحطها كتبرد. أنا بعد ما بردت شوية غدي نضيف علي بحل هكا. انتو ما غدي تزينوها بش ممكن. انا عندي هنا يو حض نص ديال تفاحة. زينتها هكا بتفاح. اللي عصرت عليه الليمون حامض. باش كيبقى ذك اللون ديالو محتفظ على اللون ديالو. ما تيك حالش. كنزين هكا بطريفات ديال تفاح. او نقدروا نديرو البانان. او نقدروا نديرو بحل هكا شي. اه مثلا بحل هكا شي مكسارات. اللي موجود عدنا من اللي متوفر عندنا. وبحال هكا كتكون تحلية ديالنا راه وجدات. وغدي ندخلو هالتلاجة. باش كتزيد تبرد وحد ساعة المقانة بحل هكا. غدي نرجع معاكم باش شوفوا التحلية ديالنا كيفاش جات. بعد مما بردات. ثم شفتوا معايا التحلية كتجي رائعة. كيجو هالكوء وستهم هكا اقتصاديين وزوينين. والتحلية كلها اقتصادية ما كتتعداش معانا وحد ستدرها كتكون هكا موجودة. وكتجي رائعة. وكتجي يعني كمية كتيرة. لك نسمة ديال الحامض مع الكراميل كتجي رائعة وكتجي لديدة. وجربوها وارضوا عليها في التعليق. ولعجبكم فيديو ما تنسوا تشاركوه في القناة. وتضغطو على الجرس باش دائما ان شاء الله تتوصفوا بجديد. اللي يجدد على القناة والاقدام. كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم. شكرا على المشاهدة. شكرا على التعليق. زوين اللي كتحطوا لي. وغادي نقول لكم صحة وراحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.